موسيقى وحول إذن آخر تطورات بالأسواق العالمية بعد التقارير التي تصدر من صندوق النقد ينضم إلينا سركيس نيزار محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكوتي جروب نيزار أهلا بك معنا يعني تحدثنا يمكن على التوقعات التي قدمها صندوق النقد لخفض هذه التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي لكن أيضا هذه المرة نقف على توقعات نمو الاقتصاد الصيني والتي قدمها أيضا الصندوق يعني كيف ستنعكس برأيك على الاقتصاد الصيني وأيضا على أسواق العملات في الوقت الحالي نهاركم سعيد لا شك بأن الاقتصاد العالمي الآن يدخل في مراحل جديدة من الطباط الاقتصادي قد ترتكز على الاقتصاد الآسوي بداية وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% مع إشارة إلى توقعاته بانخفاض نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.4% خلال هذه السنة بفعل كما نعلم إغلاقات كورونا وتعثر سلاسل الإمدادات وغيرها من الظروف التي تضغط على الاقتصاد الصيني وهذه التوقعات جاءت أقل كثيرا من النمو المقدر لعام 2021 اللي كان أعلى من 6% وأيضا أقل من توقعات بكين نفسها التي كانت عند 5.5% الآن بالنسبة للاقتصاد الصيني بالفعل يعاني حاليا من حالة من التدهور في القطاعات بفعل الإغلاقات التي تهدف فيها بكين إلى إيقاف انتشار كورونا ولا يجب أن ننسى أيضا أن تعثر سلاسل الإمداد أمر مستمر ويؤثر على الاقتصاد الصيني وانعكاسات ذلك على الاقتصاد العالمي كما نعلم الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وبالتالي قد يؤثر بشكل عام على الاقتصاد العالمي ويؤثر أيضا تحديدا على دول منطقة آسيا بشكل مباشر وهذا كله يقودني للاعتقاد بأن الاقتصاد الدولي متوجه إلى حالة من التباطئ وعندما نتكلم عن نمو اقتصادي يبلغ 3.6% هذا قريب جدا من مستوى 3% الذي يدل على التوقف النمو والاقتصاد العالمي قد يكون ذلك له تأثير مباشر على الأسواق المالية أسواق العملات وتحديدا فرز العملات ما بين عملات قد تستفيد من هذا التباطئ مثل الدولار الأمريكي باعتباره عملة ملاد آمن وكذلك يرتبط مع توقعات الفدرال الأمريكي وقد تضرر عملات أخرى مثل العملات المرتبطة في النمو الاقتصادي أذكر منها الدولار الأسترالي الدولار النيوزلندي الذي قد ينخفضه في حال استمر هذا التباطئ طبعا بتحييي الظروف مفاجآت رفع الفائدة في بنوك مركزية قد تكون العملات تتصرف بحسب عملات الملاد الآمن أو عملات مرتبطة بالثقة والنمو الاقتصادي وهذا أيضا ينطبق على أسواق الأسهم نعم ساركيس دعنا ننتقل إلى المؤشرات والأسواق الأمريكية ورأينا بالأمس قطاع التكنولوجيا تحديدا يقود عملية الهبوط التي حدثت في الأسواق والتراجع إلى أين هي ماضية في تقديرك في ظل كل هذه المحطيات التي تتحدث عنها الآن في الموضوع الأساسي في أسواق الأسهم الأمريكية نلاحظ خلال يومين الماضيين أن المستثمرين يبحثون عن استثمارات حيث ارتفع مؤشر داوجيونجر ارتفع مؤشر ستاندر أنفورج لكن بقي مؤشر نازل التكنولوجيا تحت ضغط هابط رغم أننا شهدنا يوم أمس بيانات لشركة تسلا كانت إيجابية جدا فأظهرت إيرادات بنحو 19 مليار عائد على السهم بـ 3 دولارات و 22 سنة لكن في نفس الوقت الشركة نفسها قالت بأنها ليست منيعة ضد التعثر في سلاسل التوريد وهذا قد أيضا يتسبب في تراجع في هذه الأربع خلال هذه السنة IBM أيضا على سبيل المثال التي أظهرت نتائجها هذا الأسبوع قيم فقط وأفضل من التوقعات لكن في نفس الوقت المتداولون قلقون جدا من أن نلاحق خلال الفترة المقبلة بعض التراجع في أداء الشركات الأسبوع المقبل نحن ننتظر نتائج أعمال شركات كبرى ومهمة من قطاع التكنولوجيا تشمل ماكروسوفت تشمل أبل وكذلك جوجل ألفابت وغيرها من الشركات هذا كله استحثى موجة من جني الأرباح في قطاع التكنولوجيا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار موضوع مهم وهي مكررات الربحية مكررات الربحية في مؤشر نازدك على سبيل المثال مرتفعة جدا ومع توقعات رفع الفائدة بالفدرالي فهو يتأثر أو شركاته تتأثر بشكل مباشر لأن الكثير من المضاربات تحصل على هذه الشركات لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار توقعات رفع الفائدة منذ عام 1954 حتى عام 2018 حصلنا على تجديد نقضي لـ 18 مرة وـ 11 مرة منها صعدت مؤشرات الأشهر بالتالي أعتقد على المدى الطويل قد تبقى الإيجابية رغم أننا قد نلاحظ تعثر في بعض الأحيان بتأثير طبعا من ارتفاعات التضخم بتأثير أيضا من جن الأرباح وكذلك من التوترات الجيوسياسية نعم سركيسياني أيضا لدينا مخزونات النفط الأمريكية يمكن لأول مرة عم تسجل أكبر انخفاض من عام 2021 تراجعت بأكثر من 8 مليون برميل للأسبوع الماضي اليوم أيضا لدينا تخوف من الإمدادات التي تأتي من ليبيا ليبيا تعلن 550 ألف برميل يعني هي الخسارة بسبب الإغلاقات التي توجهها الحقول وكذلك موانئ التصدير إلى أي مدى برأيك الأسعار قد تستمر فوق مستويات المئة الدولار مع هذه الظروف صحيح كما تفضلتي وأحب أن أضيف إلى جانب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس التي أظهرت انخفاض المخزون بنحو 8 مليون برميل إلا أن المخزون الأمريكي أيضا متواجد ما دون متوسط الخمس سنوات منذ فترة طويلة حيث أننا الآن نلاحظ المخزون الأمريكي ما دون المتوسط بـ 15% من ناحية أخرى تعثر شلاسل التوريد وأيضا القلق من خفاض التزويد من النفط وخصوصا مع وجود التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا كل هذه الظروف داعمة وتعتبر داعمة لأسعار الطاقة لكن من ناحية أخرى الصين ثاني أكبر مستهلك للعالم بالنسبة للنفط وأيضا نلاحظ بأن العديد من الدول توجهت لاستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية بالتالي أعتقد بأن أسعار النفط قد تتحرك ضمن نطاقات محدودة نسبيا ما بين ارتفاع وانخفاض ورغم المخاوف من خفاض الطلب العالمي بحسب الطباطؤ المتوقع وأيضا بحسب طباطؤ الاقتصاد الصيني وغلقات كورونا لكن أيضا هناك ما يدعم استمرارية الارتفاع فالنطاقات المحدودة في تذبذب كبير قد تستمر لأسعار النفط وأعتقد أن الأسعار ستبقى ضمن هذا النطاق إلا في حال تم فرض عقوبات بشكل مباشر على صادرات روسيا من الطاقة التي تشمل النفط والغاز ساركيس النزار وأنت محل الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي شكرا جزيلا لك كنت معنا في العمال شكرا جزيلا لك